هذه أسرة من تسعة أشخاص هنا الأب مع أبناء الخمسة وهو مساعد في الدرك عجيدان على ما يبدو ضابط صف قتلوا هذه المرة بالغاز مرة أخرى يقتل الغاز وصر بيكملها في المسيلة في بوسعادة بالضبط والضحايا نعم عجيدان شايف مساعد أول ويسمى أحمد رحموني قاعد فرقة أمن طرقات بوسعادة الذي توفى رفقة زوجته وأولاده الخمسة وأم زوجته وأخت زوجته بأكسيد الكربون يعني الغاز ربما متفأة أو أكالب اطلق الغاز منه اقتلهم أو بايب أو مخدومة مليح أو متفأة مضروبة أو اقتلهم الغاز ورهم يموتوا الجزائرين بالغاز بشكل رهيب ورهيب جدا يعني وما زالت يعني تتكرر تكاد تكون كل يوم تقريبا كين أحداث لو كان عدوا نجيبهم كل يوم كل يوم تسمعوها في اللايف وطبعا حتى في هذا فقط في قبل يومين ولا صرى نفس الشيء رحم الله من ماتوا رحمهم الله جميعا اشتركوا في القناة